بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه ومن ولا يسعدني طلابي وطالباتي استكمال شروحات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثاني سنتعرف اليوم على طريقة استخدام خاصية التوزيع لتحليل كثيرات الحدود نبدأ باسترجاع ما درسنا في الحصة السابقة عن طريق حل تمارين الواجب تعرفنا على طريقة التحليل إلى العوامل الأولية وطريقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر لمجموعة من كثيرات الحدود واستخدمنا ذلك في إيجاد مسائل من واقع الحياة كما في هذا السؤال اشترى صقر مجموعة من اللوازم المدرسية التالية 20 قلم رصاص 150 ورقة ملونة و120 ملف أوراق ويريد وضعها في حزم متماثلا لأنه يريد أن يتبرع بها لأكبر عدد ممكن من الطلاب كم حزمة يمكن عملها؟ إذن يريد إيجاد أكبر عدد ممكن من هذه الحزم إذن نريد إيجاد القاسم المشترك الأكبر معرفة عدد هذه الحزم أي القاسم المشترك الأكبر كما أنه يريد أن يعرف كم قطعة من الأقلام والأوراق الملونة والملفات في كل حزمة من حزمة التبرع التي يريد أن يتبرع بها سقط إذن الآن كخطوات للحل قرأة المسألة فهمنا المسألة نريد أن نخطط ما هي الطريقة الممكنة حتى نصل إلى الحل سنستخدم طريقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر حتى نتمكن من الحل إذن نحن الآن في مرحلة الحل سنبدأ بالتحليل إلى أعوامل إذن سنقوم بتحليل هذه الأرقام لدينا 20 قلم رصاص 150 ورقة ملونة و120 ملف أوراق إذن سنقوم بتحليل كل من هذه الأرقام 20 و 150 و 120 نبدأ بتحليل هذه الأرقام 120 تقبل القسمة على الاثنان كما قلنا دائما الأرقام الموجودة هنا فقط الأرقام أو الأعداد الأولية لابد أن تكون هنا فقط الأعداد الأولية ثم نضع هنا ناتج القسمة 120 تقبل القسمة على اثنان الناتج يساوي 60 نستكمل عملية القسمة لا نتوقف عن التحليل حتى نصل إلى الرقم 61 تقبل القسمة على ثلاثة الناتج يساوي 20 ما زال هناك عملية التحليل مستمرة 20 تقبل القسمة نستطيع أن نكتب اثنان أو خمسة إذن عدد أولي في الطرف الآخر إذن على الخمسة الناتج يساوي أربعة ما زالت تقبل القسمة على اثنان الناتج اثنان واثنان تقبل القسمة على اثنان فنحصل على الواحد إذن انتهت عملية تحليل العدد 120 إذن ننتبه هنا للعوامل الأولية للعدد 120 نلاحظ لدي 2 أس ثلاثة ضرب ثلاثة أس واحد ضرب خمسة أس واحد إذن تم تحليل المية وعشرين بنفس الطريقة نقوم بتحليل العدد 150 هنا كما نقول توجد فقط الأعداد الأولية إذن 150 تقبل القسمة على خمسة الناتج يساوي 30 ما زالت تقبل القسمة على وليكن اثنان نستطيع كتابة اثنان أو ثلاثة أو خمسة جميعها تقبل القسمة على العدد 30 سواء بدأنا بأي رقم سنصل في نهاية التحليل إلى نفس الأرقام أو نفس الأعداد 30 تقبل القسمة على اثنان الناتج يساوي 15 15 تقبل القسمة على الخمسة الناتج ثلاثة وثلاثة تقبل القسمة على نفسها إذن الناتج يساوي 1 قمنا بتحليل الآن 150 إلى نلاحظ هنا هي الأعداد الأولية إذن أصبح 2 أس 1 ضرب 3 أس 1 ضرب 5 أس 2 إذن نبدأ بكتابة الأعداد التي قمنا بتحليلها الآن 120 العدد 20 تقبل القسمة على 2 الناتج يساوي 10 10 تقبل القسمة على الاثنان أيضا الناتج يساوي 5 5 تقبل القسمة على 5 الناتج يساوي 1 إذن انتهينا من تحليل العشرين ونلاحظ أنها 2 أس 2 ضرب 5 أس 1 بعد أن قمنا بتحليل كل من هذه الأعداد سنقوم بكتابتها 20 تساوي 2 أس 2 ضرب 5 أس 1 150 تساوي 2 ضرب 5 أس 2 ضرب 3 أس 1 والمئة وعشرين تساوي قمنا الآن بكتابة الأعداد بعد تحليلها 120 تساوي 2 أس 3 ضرب 5 أس 1 في 3 أس 1 لإيجاد القسم المشترك الأكبر بعد تحليل الأعداد نبدأ بتحديد الأعداد المشتركة ولا بد أن تكون مشتركة للثلاثة أرقام إذن هنا لديه الاثنان مشترك للأرقام الثلاثة أيضا لديه الخمسة الثلاثة لا نستطيع اختيارها لعدم وجودها في العامل الأولي للعدد اثنان إذن نبدأ باختيار دائما الأس الأقل نلاحظ هنا الأس الأقل 2 أس 1 وخمسة أس 1 هي الأس الأقل إذن القاسم المشترك الأكبر يساوي 2 ضرب 5 ويساوي 10 القيمة التي أوجدناها هي عبارة عن عدد الحزم إذن عدد الحزم أو عدد الطلاب الذين سيحصلون على هذه التبرعات من سقر عبارة عن 10 طلاب لكن في كل حزمة كم عدد الأقلام الموجودة؟ العدد 20 يمثل القلم الرصاص والعدد 150 يمثل الأوراق الملونة والعدد 120 يمثل ملف الأوراق نريد الآن معرفة في كل حزمة كم عدد الأشياء من كل قيمة؟ أولا سنستثني العشرة إذن نضرب الخمسة لأن هذه عبارة عن القاسم المشترك الأكبر إذن يوجد لديه قلمي رصاص ويوجد لديه 15 ورقا ملونة ويوجد لديه طبعا نستثني للقاسم المشترك الأكبر يتبقى لديه 4 ضرب 3 و 12 ملف أوراق إذن نستطيع معرفة عدد الأرقام المتبقية من كل رقم إذن ستحتوي كل حزمة على قلمي رصاص و 15 ورقة ملونة و 12 ملف أوراق إذن استطعنا حل هذه المسألة وساعدنا سقر في إجراء عملية التبرعات عن طريق استخدامنا لمفهوم القاسم المشترك الأكبر هذا ما يتعلق بالقاسم المشترك الأكبر وقد استخدمناه في إيجاد تحليل القاسم المشترك الأكبر لوحيدات الحد بنفس الطريقة لنسبة الأرقام نستخدمها أيضاً للمتغيرات سنحتاج هذه المعلومة في درسنا لهذا اليوم في بداية درسنا لهذا اليوم لا ننسى الإشارة إلى رابط الدرس الرقمي للاستزادة والاستفادة درسنا فيما سبق إيجاد القاسم المشترك الأكبر لمجموعة من وحيدات الحد كما أوضحنا ذلك قبل قليل في درسنا لهذا اليوم سنتعرف على طريقة استعمال خاصية التوزيع لتحليل كثيرات الحدود نقصد بكلمة تحليل كثيرة الحدود أن نقوم بإيجاد عواملها التي تكونت منها من ضمن عملية الضرب كما أننا سنقوم بحل المعادلات التربعية على صورة ألف سين تربيع زائد بأسين تساوي صفر مفرداتنا الجديدة لهذا الدرس تحليل كثيرة الحدود والتحليل بتجميع الحدود خاصية الضرب الصفري سنتعرف على هذه المفردات في درسنا لهذا اليوم نبدأ بسم الله درسنا لهذا اليوم عبر بوابة لماذا؟ نرى في هذه الصورة متجر تحدد أجرة هذا المتجر على حسب مساحته كلما زادت مساحة المتجر كلما زادت قيمة أجرة هذا المكان يمكن تمثيل مساحة المتجر بهذه المعادلة ميم تساوي هذه عبارة عن واحد وستة من عشر ضاء تربيع زائد ستة ضاء هذه تمثل لنا مساحة هذا المتجر يمكن استعمال التحليل إلى عوامل وخاصية الضرب الصفري لإيجاد أبعاد المتجر الممكنة الآن هذه عبارة عن المساحة تساوي الطول ضرب العرض نستطيع تحديد ما قيمة الطول وما قيمة العرض عبر تحليلها أو تحويلها من كثيرة حدود إلى عواملها التي تكونت منها إذن نحتاج إلى طريقة لتحليل كثيرة الحدود تحويلها مرة أخرى إلى عوامل مضروبة في بعضها البعض إذن هذه هي المعادلة لدينا أو هذه عبارة عن كثيرة الحدود التي تمثل المساحة نريد تحليلها إلى عواملها الأولية إذن نحتاج إلى أن نجعلها على شكل حاصل ضرب عاملين المساحة تساوي الطول ضرب العرض إذن هذه الطول ضرب العرض هذه النتيجة لكن نحتاج إلى معرفة ما قيمة الطول وما قيمة العرض حتى أصبحت لنا هذه هي حاصل ضربهما إذن سنتعرف اليوم على طريقة استعمال خاصية التوزيع في التحليل استعملنا خاصية التوزيع في الفصل السابق حينما جرينا عملية التوزيع لضرب كثيرات الحدود كما قلنا في هذا الفصل في الفصل السابع عكس اتجاهنا في الفصل السادس في الفصل السادس كانت يوجد لدي عوامل نجري عملية الضرب حتى نحصل على كثيرة الحدود الآن العكس كثيرة الحدود نريد إعادتها مرة أخرى إلى عوامل إذن في الفصل السابق كنا نجري حاصل ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود واستخدمنا خاصية التوزيع في توزيع عملية الضرب بحيث تكون 5 عين ضرب 4 عين ثم 5 عين ضرب 7 ونوجد النافج بعد ذلك يساوي 20 عين تربيع زائد 35 إذن كنا نقوم بإجراء عملية التحويل من عوامل إلى كثيرة حدود الآن سنحتاج إلى العكس نريد تحويلها من كثيرة حدود نريد إعادتها مرة أخرى إلى العوامل المضروبة في بعضها وسنستخدم اليوم أول طريقة لتحليل كثيرة الحدود وإعادتها مرة أخرى إلى عوامل مضروبة في بعضها البعض إذن نحتاج إلى العمل عكسيا للتعبير عن كثيرة الحدود بصورة حاصل ضرب عاملين إذن هذه هي فكرة درسنا لهذا اليوم كيف نعيد كثيرة الحدود إلى عوامل مضروبة في بعضها البعض أول طريقة سنتعرف عليها اليوم إذن سنتعرف على تحليل كثيرات الحدود نبدأ لإضاح ذلك عبر هذا المثال استعمل خاصية التوزيع لتحليل كثيرة الحدود التالية الآن لدي كثيرة الحدود 27 صاد تربيع زائد 18 صاد هذه عبارة عن كثيرة حدود نريد تحليل كثيرة الحدود هذه ونريد تحويلها إلى حاصل ضرب عاملين كيف يمكن تحويلها إلى حاصل ضرب عاملين إذن سنحاول أن نفكر سويا الآن نحن أمام تساءل كيف يمكن تحويلها من كثيرة حدود إلى عاملين استخدمنا في الحصة السابقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر إذن نستطيع أن نستخدم معلومتنا السابقة في تحليل كثيرة الحدود هذه بحيث يكون أحد العاملين هو القاسم المشترك الأكبر والقوس الثاني أو العامل الثاني هو عبارة عن ما سيتبقى بكل حد من هذه القيم سيكتضح ذلك عبر هذا الحل أولاً نريد إيجاد قاف ميم ألف لوحيدتي الحد إذن سنقوم بتحليلها السبعة وعشرين عبارة عن ثلاثة أس ثلاثة في صاد تربية قمنا بتحليل كثيرة وحيدة الحد الأولى الآن نقوم بتحليل الثمنطعش صاد عبارة عن تسعة ضرب اثنان أي ثلاثة أس ثنين ضرب ثنين أس واحد مضروبة في صاد نبدأ باختيار القيم المتكررة هنا لدي يتكرر الثلاثة في وحيدتي الحد وأيضاً يتكرر الصاد لكن كما قلنا دائماً نختار القيم الأقل إذن سنختار ثلاثة أس ثنين ثم نختار صاد إذن القاسم المشترك الأكبر لهما هنا عبارة عن تسعة صاد إذن نحاول أن نحلل كثيرة الحدود نعيدها إلى طريقة التوزيع إذن الحد الأول قاف ميم ألف لهما يساوي تسعة صاد سنقوم بتحويل عملية الضرب إلى عاملين سبعة وعشرين صاد تربيع عبارة عن تسعة صاد مضروبة في ثلاثة صاد قمنا بتحليلها إلى جزئين ثمانطعش صاد عبارة عن تسعة صاد ضرب اثنان نلاحظ أن العامل تسعة صاد يوجد في وحيدة الحد الأولى ويوجد في وحيدة الحد الثانية إذن نستطيع أن نعتبر عملية التوزيع السابقة التي قمنا بها في الفصل السابق أن التسعة صاد هي عبارة عن نحاول استخراجها إلى خارج على أساس أنها القاسم المشترك الأكبر وهنا ما تبقى لدي نلاحظ هنا بالنسبة للتسعة صاد تبقى لدي ثلاثة صاد وهنا تبقى لدي الاثنان إذن فعلا قمنا بتحويلها إلى عاملين أحدهما القاسم المشترك الأكبر والعامل الثاني هو عبارة عن البواقي بعد إيجاد القاسم المشترك الأكبر مثال آخر حتى تتضح لنا الصورة استعمل خاصية التوزيع لتحليل كثيرة الحدود التالية سالب أربعة ألف تربيع باء ناقص ثمانية ألف باء تربيع زائد اثنين ألف باء الفكرة الأساسية تضحت لدينا الآن نريد تحليلها إلى عاملين أحدهما القاسم المشترك الأكبر والآخر هو عبارة عن البواقي إذن الخطوة الأولى لدينا الآن هي إيجاد القاسم المشترك الأكبر هنا لدي ثلاثة حدود إذن سنقوم بإيجاد القاسم المشترك الأكبر للحدود الثلاث كما تعرفنا سابقاً على طريقة إيجاد القاسم المشترك الأكبر نبدأ بتحليل كل حد الحد الأول سالب أربعة ألف تربيع باء عبارة عن سالب اثنين أثنين ألف تربيع باء الحد الثاني سالب ثمانية ألف باء تربيع عبارة عن سالب اثنين أثنين أثنين ألف باء تربيع 2 ألف با عبارة عن 2 ألف با إذن سنبدأ الآن باختيار الأعداد المشتركة نلاحظ لدي 2 مشترك الألف أيضا مشترك والبا أيضا يعتبر مشترك وسنختار ذات الأس الأقل إذن بالنسبة للإثنان سنختار 2 أس واحد الألف ألف أس واحد والبا با أس واحد إذن أصبح القاسم المشترك الأكبر هو عبارة عن 2 ألف با بعد اختيارنا القاسم المشترك الأكبر إذن أوجدنا العامل الأول نحتاج إلى إيجاد البواقي لنرى كيف يمكن إيجاد البواقي إذن طاف ميم ألف لكثيرات الحدود هو عبارة اللوحيدات الحد هنا الثلاث عبارة عن 2 ألف با إذن سنقوم بكتابته بالتفصيل سالب 4 ألف تربيع با نحتاج إلى تجزئتها إلى 2 ألف با مضروبة في سالب 2 ألف نجزئ الثمانية ألف با تربيع إلى 2 ألف با مضروبة في سالب 4 با موجب 2 ألف با هي نفسها تسعوي موجب 2 ألف با مضروبة في واحد ننتبه إلى أن القاسم المشترك الأكبر سنحتاج إلى كتابته مرة أخرى خارج الحدود الحدود الثلاث هنا حتى نعرف ما هي البواقي لدينا إذن القاسم المشترك الأكبر هذه هي عبارة الحد الأول والثاني والثالث القاسم المشترك الأكبر عبارة عن 2 ألف با وهنا البواقي لدينا سالب 2 ألف ناقص 4 با زائد 1 إذن هذا عبارة عن القاسم المشترك الأكبر وهنا عبارة عن ما سيتبقى لدي بعد استخراج قاف ميم ألف إذن قمنا بتحليل أو بإعادة كثيرة الحدود إلى عواملها عن طريق عملية التحيل والعوامل هي عبارة عن عاملين أحدهما قاف ميم ألف والآخر هو ما سيتبقى لدي بعد استخراج القاسم المشترك الأكبر سنقوم بحل هذه المسألة من تحقق من فهمك استعمل خاصية التوزيع لتحليل كل من كثيرات الحدود التالية 15 واو ناقص 3 فا لدي حدين سنقوم أولا بإيجاد قاف ميم ألف لهما نلاحظ أن القاسم المشترك الأكبر لهما يساوي 3 كلهما يقبل القسم على الثلاثة بالنسبة للمتغيرات نلاحظ هنا المتغير واو والمتغير فا لا يعتبر مشترك لكن 15 والثلاثة القاسم المشترك لهما يساوي 3 إذن سنبدأ الآن بكتابتها على شكل عاملين وكما قلنا العامل الأول هو عبارة عن القاسم المشترك الأكبر أما العامل الثاني هو عبارة عن ما سيتبقى لدي لنبدأ الآن بإيجاد القاسم المشترك الأكبر إذن 3 مضربة في 5 واو و3 مضربة في 5 نستخرج الآن القاسم المشترك خارج حدود العوامل لدينا إذن سيصبح عبارة عن 3 مضربة في المتبقي 5 واو ناقص فا وننتبه للإشارة إذن هنا هذه القيمة التي تبقت في الحد الأول وهنا القيمة التي تبقت في الحد الثاني ولا ننسى الإشارة إذن تم تحليلها إلى عاملين أحدهما القاسم المشترك الأكبر والآخر هو عبارة عن البواقع قد يكون القاسم المشترك الأكبر متغير قد يكون عدد قد يكون إشارة وقد يكون متغير وعدد وسنتعرف في نهاية هذا الدرس على طريقة على قواسم مشتركة مختلفة نستطيع إيجادها لكثيرات الحدود نأخذ مسألة أخرى من فقرة تحقق من فهمك 7 لام تربيع نون تربيع 21 لام نون تربيع ناقص لام نون ثلاثة حدود نحتاج أولا إلى إيجاد القاسم المشترك الأكبر نلاحظ هنا من خلال النظر نستطيع إيجاد القاسم المشترك الأكبر الأعداد لدي 7 21 وهنا 1 إذن لا يوجد قاسم مشترك أكبر عدد لنبحث عن المتغيرات لام تربيع ولام واحد ولام واحد إذن نختار لام واحد نون تربيع نون تربيع ونون واحد إذن نختار نون أس واحد إذن هذا هو القاسم المشترك الأكبر اتفقنا على أن العوامل التي نبحث عنها هي عبارة عن القاسم المشترك الأكبر أوجدناه هنا يساوي لام نون وسنبحث الآن عن ما سيتبقى لدي بعد استخراج القاسم المشترك الأكبر لنرى الآن هنا الحد الأول وهنا الثاني وهنا الثالث سيتبقى لدي ثلاثة بواقل إذن لام نون خارج نحتاج إلى تفصيلها مرة أخرى الحد الأول هو عبارة عن لام نون مضروبة فيه 7 لام نون 21 عبارة عن لام نون مضروبة فيه 21 نون ولام نون نفسها مضروبة فيه سنستخرج الآن القاسم المشترك الأكبر وهو عبارة عن لام نون سيتبقى لدي سبعة لام نون زائد واحد وعشرين نون ناقص واحد إذن فعلا قمنا بتحليلها إلى القاسم المشترك الأكبر وهنا عبارة عن ما تبقى لدي إذن قمنا بتحليلها إلى عاملين ما رأيكم أن تقوموا بحل مسألة ثم نناقش فيما بعد ما هي خطوات الدقيقة ونعود بعدها لمقارنة الحل سويا اشتركوا في القناة لنبدأ الآن بمقارنة الحل نحتاج إلى الإيجاد القاسم المشترك الأكبر وكما نلاحظ هنا القاسم المشترك الأكبر فقط عددي لأن الثلاثين والخمسين قاسم المشترك الأكبر عشرة أما الفاء والسين لا يوجد بينهما قيمة مشتركة إذن نحتاج إلى أوجدنا القاسم المشترك الأكبر الآن وهو عبارة عن العشرة نحتاج إلى الآن إيجاد البواقي ما سيتبقى لدي بعد إيجاد أو بعد خروج القاسم المشترك الأكبر إذن عشرة مضروبة في ثلاثة فاء وعشرة مضروبة في خمسة لام استخرجنا القاسم المشترك عشرة مضروبة في ثلاثة فاء وعشرة مضروبة في خمسة سين إذن استخرجنا القاسم المشترك الأكبر الآن نريد كتابتها على شكل البواقي عشرة هذا هو القاسم المشترك الأكبر إذن سنقوم بكتابته خارجاً ونكتب الباقي ثلاثة فا زائد خمسة سي مسألة أخيرة بهذا الدرس استعمل خاصية التوزيع لتحليل كل من ما يأتي أولاً سنوجد القاسم المشترك الأكبر نلاحظ هنا القاسم المشترك الأكبر العددي عبارة عن إثنان أما الحرفي نختار الأس الأقل إذن هو عبارة عن كاف إذن تحليلنا سيكون القاسم المشترك الأكبر مضروف في البواقي لنرى الآن كيف يمكن إيجادها ثنين كاف تربيع عبارة عن ثنين كاف مضروفة في كاف زائد ثنين كاف مضروفة في إثنان الآن هذا عبارة عن القاسم المشترك الأكبر الذي أوجدناه نقوم بكتابته خارجاً ونكتب المتبقي إذن تم تحليلها فعلاً إلى عاملين أحدهما القاسم المشترك الأكبر وهذا عبارة عن ما تبقى لديه إذن هذه هي الطريقة الأولى لتحليل كثيرات الحدود تعلمنا اليوم على طريقة استعمال خاصية التوزيع لتحليل كثيرات الحدود لا ننسى أن نقوم بحل تمارين الواجب بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعاً أتطلع بشوق للقائكم في الحصة القادمة